بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابطة 3 part 13 ACI Code Requirements for Strength Design الكلام ده معناه ايه? ان احنا طبعا الدزاين بتاعنا كله according to ACI فعندنا بعض المتطلبات في نظرية الدزاين اللي هي باستخدام Strength Design Method ايه هي الافتراضات ديات؟ اهم شيء عندي بينقول ان Phi في MN اكبر من او يساوي MU ايه الكلام ده معناه؟ معناه الMU دي الApplied Moment نتيجة الفاكتورد لود عشان كده بنسميها فاكتورد لود يعني ايه الفاكتورد لود؟ يعني الديد لود ده مضروف فاكتور وليكن 1.4 الديد لود مضروف فاكتور وليكن 1.7 يبقى هو ده الدابليو يبقى ده اسمه الفاكتورد لود الفاكتورد لود ده دابليو بيعمل مومنت المومنت ده في الحالة دي بنسميه الفاكتورد مومنت ليه فاكتورد مومنت؟ نتيجة ان احنا استخدمنا فاكتورز في حساب الاحمال اللي موجودة على الكاميرا طيب السيكشن ده بعد ما بيتصمم بابعاد معينة ادي السيكشن ده اللي موجود صممناه بقى فيه بي وبقى فيه اتش ونتيجة المواد المستخدمة اللي هي F-C وال-F-Y المفروض السيكشن ده بناءة على ال-dimensions والبروبرتس بتاعة الماتيريال تقدر تحسب الكباستة بتاعته اللي هي M-N احنا بنقول ايه لعا ال-M-N ديت مثلا مية لعا احنا مش هنفترض ان ال-M-N مية هنفترضها اقل من شوية فهنضرأ في معامل say 0.9 او 0.8 ليه علشان نضمن السافتي بتاعة الكروس سيكشن طب حد يسأل احنا خايفين ليه نشتغل على ال-M-N اللي هي اكشوية هنقول لك لقى لان الفاي ديت او ال-F ممكن يحصل فيها تغيير التغيير دوت نتيجة ال-Variability في ال-dimensions بمعنى انت بتنفذ مثلا عمود العمود دوت المفروض يبقى 30 في 50 حصل خطأ في التنفيذ ال-30 دي بقت 28 ال-50 ديت بقت 45 اذا ال-dimension اتغيرت ال-dimension اتغيرت يبقى ال-M-N تتغير المaterial strength انت شغال على خرصانة الخرصانة دي مشكلتها انها مادة هيتروجينيس يعني ايه هيتروجينيس يعني ال-F في سي بتاعتها بتتغير بناء على المكونات بتاعة الخلط او طريقة صب الخرصانة او المعالجة بتاعة الخرصانة الحاجة التالتة اللي هي ال-approximations اللي موجودة في strength equations ان احنا عندنا معادلات عملنا عليها prediction للstrength المعادلات دي امبيريكل مش actual فممكن المعادلة دي تيبقى فيها خطأ اذا احنا بنستخدم الفاي تاني ليه علشان نتفادى ان ممكن يحصل reduction في strength نتيجة ال-variability عندي في strength بتاعة الخرصانة اوكي ايه